سيد التابعين وفقيه الفقهاء وإمام العلماء الإمام سعيد ابن المسيب ابن حزن رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكما أشرت في اللقاء السابق أن الإمام سعيد هو أحد فقهاء المدينة السبعة تلامزة زيد ابن سابت أبي بن كعب عمر بن الخطاب عبد الله ابن عمر بن الخطاب وهؤلاء الفقهاء السبعة على رأسهم الإمام سعيد ابن المسيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أشرت إلى أنه ولد سنة يعني خمستاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأى سيدنا عمر وسمع منه على الراجح وسمع من كثير من الصحابة وأمهات المؤمنين وأشرت أيضا لطلبه للعلم وكيف كان يسير الليالي والأيام من أجل حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم من عجل ذلك رأى تلك الأمارات أمارات النبوغ والزكاء والفقه والفهم والتقوى والورع والعبادة رأى تلك الأمارات عبد الله بن عمر بن الخطاب فكان يقول لو رآه رسول الله لسره أي لو رأى النبي سعيدا لسعد بسعيد وفي نفس الوقت التقطه من؟ التقطه أبو هريرة الصحابي الجليل من أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان مجندا لذلك الأمر للحفظ والتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم بجانب أن النبي دعا لأبي هريرة رضي الله عن الصحابة أجمعين أبو هريرة كان حينما يرى سعيد يقول أسأل الله أن يجمعني بك في سوق الجنة يا السلام وزوجه ابنته زوجه ابنته ولذلك أروى التابعين لأحاديث أبي هريرة وأعلى من ناس بمرويات أبي هريرة سعيد ابن المسيب رضي الله عنه وأرضاه فزوجه ابنته وسعيد بتلك المصنهرة بل كان يضرع إلى الله أن يجمعه به في سوق الجنة صحابي جليل يقول ذلك لأحد التابعين وده نفس المنهج التخفيزي الذي نشير إليه يعني طبقوه في بيوتكم مع أولادكم وبناتكم في مؤسساتكم وأماكن عملكم لا تكون وسيلة إحباط وتصبيط لا تكون سلبيين لا تكون دائم الشكوى والتألم والتوجع أشيع روح التفاؤل في المحيط الذي تعيشون فيه إن رأيتم خيرا أسنوا على صاحبه ونموا ذلك الخير لا تنظروا من منظار أسود بعدسات يعني لاسقة بل تكلموا وتعملوا بروح التفاؤل نموا جانب الخير اجعلوا جانب الشر والأمر السلبية تتضاءل لأن البعض ربما يتحرك في بيته في مكان عمله في البيعة التي يعيش فيها ليمثل مصدر تصدير للإحباط والسلبية والتشاؤم أينما حل وأينما نزل في كلامه تجده متشائما مكتئبا حزينا مغموما مهموما لا ينظر إلا للنصف الفارغ من الكأس يرتدي نظارة سوداء يرى بها سوادا لا بيض ولا نور معه لا لو رأىك رسول الله لا سره ذلك أسأل الله أن يجمعني بك في سوق الجنة وبعدين يزوج ابنته وده كان في الحقيقة أمر موجود لدى السابقين ولذلك كان يعني من أحفظ التابعين قاطبة للأحاديث التي رواها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه وفي نفس الوقت مع ذلك الشغف وتلك الهمة العالية في طلب العلم وتلك الحافظة اللاقطة للإمام سعيد بن المسيب كان أحد العباد الذين بلغوا درجة راقية عالية في الاتهاد في العبادة يعني حينما يقول يعني ما فاتتني تكبيرة الإحرام لصلاة الجماعة أربعين سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام ولا أزن المؤزن منذ ثلاثين سنة إلا أنا في المسجد وما دخل وقت فريضة إلا أخذت أخبتها وكنت مشتاقا لها يا سلام مشتاقا لها أقول لأحبتي لأبنائي لأمهاتي لأخواتي لبناتي الآزان يصم الآزان الأعلام بدخول وقت الصلاة من الميكريفونات في البيوت ليه ما استعدش وأعرف وبرمج حياتي وخططها على أوقات الصلوات أحبتي أعرف إن وقت العزان أنا متوضع أصلي أفضل عمل سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل قال الصلاة لوقتها قال الفقهاء أي الصلاة لأول وقتها والصلاة في أول الوقت أحبتي فيها إشارة للاهتمام بأمر الصلاة أنها على رأس المهام التي أهتم بها أنني مشتاق لأدائها أنني خاضع لأمر ربي الذي كلفني وأمرني بالصلاة أنني لم أنسى ربي سبحانه وتعالى هذه جملة من الإشارات لأداء الصلاة في وقتها ولذلك قالوا لا يكتمل البر إلا بتعجيله بالتعجيل وده دليل على الشوق لأداء الصلاة ضمن السبع الذين يظلوهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد قلبه يشتاق لأداء الصلاة ويشتاق للزهاب للمسجد ولذلك يعني جمعت جملة أطرف من عبادة هذا الإمام العظيم يقول ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ أربعين سنة وما أزن المؤزن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد يا سلام وما دخل علي وقت الصلاة إلا أخذت أهبتها وما دخل علي أداء فرض إلا وأنا إليه مشتاق وقال ما نظرت في أقفاء قوم سبقوني بالصلاة منذ عشرين سنة يعني إيه يعني كان يصلي في الصف الأول ما نظر في أقفاء الناس في قفى الناس منذ عشرين سنة يعني كان يصلي في الصف الأول ما كانت في الصفوف الأخيرة بل في الصف الأول رضي الله تعالى عنه أرضاه وكان هناك سباق محموم للصلاة في الصف الأول سباق محموم من عجل يتنافس المتنافسون الموفقون للصلاة في الصف الأول ولذلك مرة يعني عزب وجلد من قبل والي المدينة لأمر كان فيه على الصواب وبعدين أمر به فأركب حمارا أكرمكم الله وأعزكم وطافوا به في المدينة ثم جاء ورأى الناس خارجين من المسجد أدوا صلاة رأى الناس خارجين من المسجد رضي الله تعالى عنه أرضاه فقال من هؤلاء هؤلاء لا أعرفهم يا سلام لأنه لم يرهم كان ينظر إلى القبلة إلى الكعبة لم ير هؤلاء من قبل من هؤلاء هؤلاء لا أعرفهم رضي الله تعالى عن الإمام سعيد ابن المسيب في نفس الوقت كان يسرد الصيام كان يصوم كثيرا رضي الله تعالى عنه أرضاه وحج أربعين مرة أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه له مكانة علمية عند يعني من عرفوه من قرأوا عنه من تابعوه له مكانة علمية رائعة وراقية رضي الله تعالى عنه أرضاه بجانب ذلك كان لديه من الوقار ويعني من المهابة ما للأمراء والخلفاء رضي الله تعالى عنه أرضاه ولذلك يعني يقول علي ابن الحسين سعيد ابن المسيب أعلم الناس بما تقدمه من الآثار وأفقههم في رأيه ده علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب يعني ينقل عن الإمام سعيد أنه كان أعلم الناس بكل أقوال وأعمال من سبقه من الصحابة ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي نفس الوقت كانت له مكانة عالية وسامية عند يعني سيدنا عمر ابن عبد العزيز الإمام أو سيدنا عمر ابن عبد العزيز كان فقيها وكان عالما كان إذا أراد أن يسمع أحدهم أرسل إليه فجاء إلى عمر ابن عبد العزيز لكنه لم يجر على أن يصنع ذلك مع سعيد ابن المسيب كان إذا أراد أن يسأله ذهب إليه أو أرسل من يسأله في مجلسه مرة أرسل له حد والرسول ده أخطأ قال يريدك عمر ابن عبد العزيز فلما ذهب سعيد إلى عمر ابن عبد العزيز فاعتذر إليه اعتذارا شديدا وقال له سامحني أخطأ رسولي إنما أرسلته ليسألك ولم أرسله ليأتي بك إليه إنما يؤتى إليك أنت لعلمك وفضلك من هذا الجمال والأدب وكما قلت هذا الدل إنما يدل على مكانتي سعيد ابن المسيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه